اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحدة من الأمور المتكررة في هذه الحكومات من كل رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على حكم العراق من عام 2003 إلى الآن زاروا مستشفيات في بداية توليهم منصب رئاسة الوزراء زاروا هذه المستشفيات ومنهم الجعفري زار المستشفيات المالكي حيدر العبادي الكاظمي والآن محمد شيعة السودان والكل تحدثوا بنفس الطريقة والكل كانوا يتحدثون عن لا يقبلوا بالوضع السيء والوضع الرديم والحقيقة يعني ذلك قلنا أنه تابعت البهرجة والكذب والتضليل الإعلام الذي يعني صاحب هذه الزيارة لأنه وصلاح النظام الصحي لا يتم بهذه الطريقة العشوائية لا يتم بهذه الطريقة لا يتم بهذه الزيارة ويعوال على هذه الزيارة والميليشيات كلها تكتب وكأنه فتح الفتوح خلاص الكاظمي الآن السوداني ماشي في قضية اصلاح الأوضاع في العراق هذه كذبة كبيرة يعني اصلاح النظام الصحي هل يبدأ بنقل مجموعة من الطباء ومجموعة من العاملين بالقطاع الصحي إلى أماكن أخرى يعني هل هذه هي معالجة هل هذا هو التقويم الصحيح الوضع الصحي في العراق يعني تقلهم إلى أماكن أخرى هم يعني سيعالجون من سيعالجون عراقيين أيضا وسيكون في مستشفى كمراكز صحية عراقية أيضا والناس اللي يخدموهم عراقيين أيضا وبالتالي إذا كانوا مسيحين فستنقل الإساءة إلى مكان آخر وهذه هذه العقوبة التي تعتقد أنها عقوبة تقويمية لغرار تحسين الوضع في المستشفى هذه يعني كذبة ونكتب الحقيقة نكتة سوداء لأنه لا يصلح الحال بهذا الشكل الحال يصلح من البنيان من الأساس عشرين سنة لم تبنى مستشفى واحدة لم يبنى مركز صحي التخصيصات للواقع الصحي في العراق كم هي التخصيصات عندما تقرأ التخصيصات في عام مثلا أخذ عام 2015 تخصيصات للواقع الصحي في العراق من الميزانية للصحة ومخصص أقل من واحد بالمية في الوقت اللي كان في دول فقيرة قريبة من عندنا تخصيصات هاعة أخذ مثلا الأردون بالأردون 3.6 بالعشرة بالمية مخصص من الميزانية للصحة في لبنان هذا البلد الفقير اللي يعاني مصيبة كبيرة حجم التخصيصات للصحة من الميزانية 4.6 بالعشرة بالمية من الميزانية حتى في لبنان 3 0.8 بالمية بالعشرة بالمية في إيران هذه إيران 4.6 بالعشرة بالمية بالتالي هذا الوضع انت كم تخصيصاتك مع أنه المبالغ التي تذهب إلى وزارة الصحة تزرق وتذهب بالفساد والخراب ولا مستشفات تبنى ولا مراكز صحية ولا أجهزة تعرف مصيبة كبيرة والأطباء ليس لهم حقوق واعتداء عليهم بشكل كبير لذلك نقيب الأطباء العراقي قال صرحه بشكل واضح قال أنه هذه إجراءات رئيس الوزراء ستشجع الناس على الاعتداء على الأطباء وستشجع الأطباء على الهجرة أكثر لدينا عشرات الآلاف من الأطباء هاجروا خارج العراق وهذه الآن فتحت الباب لهجرة كثيرين لأنه لا يتحملون إهانة الناس واعتداء عليهم بطريقة بأخرى المهنة غير محمية وبالتالي إصلاح الوضع الصحي والنظام الصحي ليس بنقل هذا الموظف وذاك المنظف الموظف هذا يحتاج إلى إلى إطار كامل في بناء المستشفيات في توفير الكوادر الصحية في توفير الأجهزة في توفير القوانين والضواب والأدوية وكل هذا أنت الأدوية في شركات شركات كلها تابعة للميليشيات وأحزاب تاجر بها مثل ما تتاجر بالمخدرات هذا واقع الحال كثير من الأدوية تبع على الأرصفة وأغلبها سامة أدوية الأمراض المستعصية والسرطانات وغيرها والقلب غير موجودة هذه بالمستشفيات ويشتريها المواطن كل المواطن الذين يمتلكون أموال أو يبيع بيتها ويبيعوا كل ما يملك يذهب لعلاج ابنها وعلاج نفسه وعلاج زوجته وأبناء بالخارج يذهب إذا يقدر وذا ما ما يستطيع فيموت لأن المستشفيات هذه الداخلة لها مفقود مباشرة إلى المقبرة هذا واقع الحال لذلك هو قال قال أن هذه المستشفيات التي يدخلها صاح يطلع مريض لأن هذه المستشفيات فعلا هذا وضحها لأنه خلط واقع حال بمحاولة للتضليل فالبعض يعتقد فهذه يعني ليست جديدة هذه المحاولات هذه يعني قديمة ومتهالكة الحقيقة ما مقصص للفرد الواحد من يعني في الموازن يعني لحاجته الطبية المهمات الطبية 152 دولار سنوية في العراق مبلغ لا يسأوي شيء يعني الأردم الفقير أكثر من هذا يعني الأردن الفقير الآن هذا نتكلم الآن 152 دولار الأردن الفقير اللي ما بموارد هذا البلد من 200 إلى 300 دولار سنويا يعني 152 دولار فلاحظ فلاحظ استهتار بحياة المواطنين استهتار بالصحة عشرين سنة لم يعتنى بالصحة وكانت الصحة آخر أولوياتهم لا يفكرون فيها الحقيقة من تترى التخصيصات للحجد الشعبي والميليشيات والمعرف منه والسلاح مبالغ هائلة جدا في الموازنة لكن للصحة والتعليم لهذه الخدمات لا تساوي شيء لا تذكر أرقام غير ما ورغم أن هذه الأرقام تذهب إلى هذه الوزارات لتسرق فساد نخر كل شيء وبالتالي يعني نقل عدد من الأطباء الخفر ومعرف شنو هذا لا يساعد على أصلاح النظام الصحي الفاسد نظام صحي الفاسد متهالك مدمر تسيطر عليه الأحزاب أحزاب السلطة تسيطر عليه الميليشيات يوزع بالمحاصصة الطائفية الوزارة وبالتالي حصت هذا الحزب أو ذاك الفصيل من فصال الميليشيات والكل تستفاد من عنده مشروع استثماري ليس أكثر ذلك مستشفيات كليات طبية فالقضية أكبر من أن تنقل موظف تنقل طبيب وتنقل هذه كذبة كبيرة هذه ليست محاولة لإصلاح النظام الصحي بس بل محاولة للتضليل محاولة التضليل واللعب على الناس ومحاولة إظهار أن هذه الحكومة تعمل على عكس الحكومات السابقة ما الذي تغير لكي تتغير هذه الحكومة ما الذي تغير هو النظام نفس النظام الإطار نفسه إطار العملية السياسية نفسه إطار المحاصصات نفسه نفس الوجوه نفس الأحزاب نفس القوى ما الذي تغير هذه كذبة كبيرة الحقيقة لذلك هذا الاستعراض استعراض قديم ومتهالك ومستهلك مستهلك جداً ويعني لا يمكن قبوله الآن الناس ما عادت تقبله هذه المستشفىات العراقية هذا الوضع الصحي في العراق من سيء إلى أسوأ وهو كحال كل القطاعات الأخرى ولذلك اصلاح هذا القطاع لا يأتي بهذه الطريقة وهذا يعتمد على أصلاح الوضع العام كله وضع الإطار أن ترفع هذا الإطار المحاصصي وإطار الحاكم للعراق لأنه كل هذا مرتبط به وهو الأساس في هذا الخراب لذلك نقول أنه الخلل بنيوي وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير والتقيكم في حلقتين أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة